موسيقى رئيس الوزراء يتفقد مدينة بدر والعاصمة الإدارية الجديدة ويؤكد تقديم حوافز للموظفين المنتقدين للعمل بالعاصمة الإدارية في إطار مشاركة مصر في مؤتمر ميونيخ للأمن شكري متحدث رئيسي في جلسة حول السلام والاستقرار في الشرق الأوسط مع تواصل العدواني على غزة حماس تحمل لاحتلال مسؤولية عدم إحراز تقدم في اتفاق الهدنة وواشنطن تؤكد الضرورة العاجلة لإقامة دولة فلسطينية السادسة مساء بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت جرينات نشعة إخباريات مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري مرحبا بكم أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تبزل قصارى جهدها لنجح انتقال موظفي الدولة للعمل بالعاصمة الإدارية عبر تقديم حزمة من الحوافز للموظفين المنتقلين وخلال تفقده الموقف التنفيذي للوحدات السكنية بمشروع زهرة العاصمة بمدينة بدر للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية شدد رئيس الوزراء على حرص الحكومة على توفير كافة الخدمات بالمشروع ما يحقق الاستقرار للأسر المنتقلة ووجه مدبولي بزيادة المساحة الخضراء والاهتمام بأعمال النظافة خلال تفقده من تقتل الخدمات بالمشروع كما تفقد المخبز الموجود بالمشروع موجها بتوفير مخبز آخر وعربات ومنافذ متحركة لتوفير الخبز كما زر مدبولي المدرسة القريبة من منطقة الخدمات حيث كلف وزارة التربية والتعليم بتقليل كثافة الفصول وزيادة أعداد المعلمين كما توجه رئيس الوزراء للمرحلة الثانية والثالثة من المشروع والتي تم فيها تنفيذ نحو 70% من أعمال المرافق وبناء العمرات وتوجه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع الحي السكني السالس الذي يتضمن عددا من الوحدات المخصصة للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة وقام مدبولي بجولة بالحي السكني حيث تفقد المدرسة الموجودة هناك وعدة وحدات سكنية ويقع المشروع على مساحة ألف وستة عشر فدانا وبها أربعة وعشرون ألف وحدة سكنية وتم مؤخرا تخصيص أربعة ألف وحدة سكنية للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية وسيتم تسليم الوحدات في أقرب وقت طبقا للقطة الزمنية التي تم وضعها من خلال الجهاز وجه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بضرورة المتابعة المستمرة وتنفيذ الصيانة الدورية للحفاظ على الأعمال التي يتم تنفيذها بالحضائق المركزية لاستذامتها وضمان استمرار الحفاظ عليها جاء ذلك خلال تفقد الحضائق المركزية النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة تمهيدا للتشغيل التجريبي للمشروع وأوضح مدبولي أن هذه الحضائق تعتبر حلقة الوصلة بين سلسلة من الأحياء العمرانية وستكون أحدى الحضائق المميزة على مستوى الشرق الأوسط والعالم ومن أكبر الحضائق حول العالم يشارك وزير الخارجي سامح شكري كمتحدث رئيسي في جلسة حول السلمي والاستقراري في الشرق الأوسط وذلك ضمن جلسة مؤتمر نيونيخ للأمن بألمانيا ينعقد المؤتمر في دورته 60 خلال الفترة من 16 إلى 18 من فبراير ويشارك فيه هذا العام عدد من رؤساء الدول والحكومات والوزاراء وكبار المسؤولين الممثلين لمجموعة كبيرة من الدول فضلا عن مشاركة عدد من رؤساء المنظمات الدولية وقادة الفكرة وذلك لملاقشة الوضع الدولي الراهن وأبرز التحديات الأمنية والاستراتيجية والأزمات على الساحة الدولية وعلى رأسها العدوان على قطع غزة والأزمة الأوكرانية أكد وزير الخارج يسمح شكري ضرورة تحمل الأطراف الدولية مسؤوليتها القانونية والإنسانية لتسمية الانتهاكات الإسرائيلية بمسمياتها الصحيحة والتدخل لوقف تلك الانتهاكات جاء ذلك خلال اللقاء وزير الخارجية مع المدع العام للمحكمة الجنائية الدولية في ميونخ كاريم خان حيث حرص الشكري خلال اللقاء على الاستماع من المدع العام لمجريات التحقيق التي أطلع بها مكتبه بشأن الانتهاكات الإسرائيلية محل اختصاص المحكمة في فلسطين من جهته قال المدع العام للمحكمة الجنائية الدولية إن الحالة في فلسطين بما فيها الأوضاع بغزة قيد التحقيق ودور المستقل للمحكمة ينص عليها من انتهاج الشفافية في مجريات التحقيق هو الضامن لإنجاز العدالة هذا وحذر وزير الخارجية سمح شكري من مقطر أي اكتياح إسرائيلي لرفح الفلسطينية مؤكداً موقف مصر الراسخ من ضرورة تجنب توسيع دائرة الصراع وخلال لقائه وزير الدفاع الموريتاني استعرض شكري جهود مصر لإقرار التهدأ في قطع غزة والسعي نحو التطبيق الفوري لإطلاق النار وإنفاذ المساعدة الإنسانية دون أي تعوائق كما قدم شكري التهنئتان لتسلم موريتانيا الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي مؤكداً دعم القاهرة لها خلال فترة رئاستها للاتحاد وبدوره شدد الفريق ولدي سيدي علي دعم بلاده الكامل للمصالح المصرية في كافة الأطر داخل الاتحاد الإفريقي وبشأن الأوضاع بمنطقة الساحل والسحراء أكد وزير الدفاع الموريتاني أن بلاده تعول وعلى التعاون مع مصر في التعامل مع التحديات الأمنية بمنطقة الساحل والسحراء وذلك على ضوء الخبرات الأمنية الكبيرة التي تحزوها مصر اتصالاً بمكافحة الإرهاب وشدد أيضاً على أهمية دور المؤسسات الدينية لمجابهة الفكر المتطرف على رأسها الأزهر الشريف التقى وزير الخارجية سامح شكري وزير الدولة بولاية بافاريا الألمانية للشؤون الفيدرالية والإعلام فلوريان هيرمان على هامش مشاركته في الدورة الستين لمؤتمر ميونخ للأمن الذي تستضيفه الولاية بمدينة ميونخ تناول اللقاء بشكل موسع سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين مصر وولاية بافاريا حيث حرص وزير الخارجية على التأكيد الأهمية التي توليها مصر لتعزيز التعاون مع الولاية لما تمثله من مركز للسروة والتصنيع في الاتحاد الأوروبي شهد اللقاء تبادل الرؤى والتقييمات حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة حيث استعرض شكري محاددات الموقف المصري إذا التعامل مع الأزمة والجهود المبدولة على مختلف الأصعدة للوصول لوقف إطلاق النار وتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع والحيلولة دون تساعد دائرة الصراع هذا وأجرى وزير الخارجية سمح شكري لقاءات جانبية مع عدد من المسؤولين على همش اجتماعات مؤتمر ميونخ للأمن حيث أجرى شكري لقاءات جانبية مع كل من رئيسي الوزراء الهولندي ووزراء خارجية كل من الولايات المتحدة الأمريكية النمسا، هولندا، كرواتيا ورئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة تحضى مصر بمكانة مرموقة إقليميا ودوليا نظرا لما تنتهجه من سياسات بناءة تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية مكانة مصر تمثل عامل جذب للمنصات الحوارية الدولية ومن بينها مؤتمر ميونخ للأمن الذي يستهدف استعراض سياسات مختلف الدول إذا أهم القضايا والملفات لطالما كانت مصر في صدارة الدول المدافعة عن قضايا محيطها الإقليمي والقاري وذلك بالنظر إلى دورها المحوري إقليميا وقاريا ودوليا وفي هذا الصدد دأبت مصر خلال مشاركاتها في مختلف الفعاليات الدولية على استعراض ثوابتها السياسية تجاه مختلف القضايا والملفات فعاليات دولية من أهمها مؤتمر ميونخ للأمن الذي يحرص على جمع نخبة الساسة من مختلف دول العالم ليكون منصة رائدة لاستعراض مواقف الدول إزاء القضايا والأزمات فحرصت مصر في عام 2015 على عرض رؤيتها الشاملة بشأن مكافحة كل قوى الإرهاب مع تركيز على الاضطرابات في الشرق الأوسط والأزمات في كل من ليبيا وسوريا واليمن إلى جانب القضية الفلسطينية كقضية مركزية في الشرق الأوسط الفترة العصيبة بالغة الدقة التي يمر بها العالم خلال العقدين الأخيرين سببت مشهدا جيوسياسيا شديد التعقيد وهو ما تنولته مصر في مشاركتها في نسخة مؤتمر ميوليخ للأمن لعام 2018 مشيرة إلى قضايا الصراعات الحديثة وأمن الطاقة والهجرة في نسخة المؤتمر لعام 2019 استعرضت مصر التحديات والمخاطر المتزايدة ومن بينها استمرار بؤر التوتر والصراع على الصعيد الدولي وتفشي مخاطر الإرهاب والتطره وتصاعد معدلات الجريمة المنظمة وما يشكله ذلك من ضغوط على مفهوم الدولة الوطنية مشاركة مصر الثرية في نسخة المؤتمر لعام 2019 استعرضت حالة الاستقطاب الدولية إلى جانب تحديات الطبيعة كتغير المناخ والتصحر ونقص المياه وغيرها كما لم تغفو المصر عن التأكيد على أهم القضايا الملحة على الساحة الإفريقية وهي قضية الأمن في ليبيا ودور القاهرة في تقديم العون للأشقاء في ليبيا لمساعدتهم على استعادة عافيتهم وتوحيد المؤسسة العسكرية وبناء عملية سياسية مستدامة تحقق تطلعات الشعب الليبي وفي إطار تنوع القضايا التي واجهها العالم شددت مصر في نسخة مؤتمر ميوليخ للأمن في عام 2020 على ضرورة تبني دول المنطقة لاستراتيجية فعالة تمكنها من إدارة مواردها الطبيعية بشكل أمثل وبينما كانت تستعد مصر لاستضافة مؤتمر المناخ كوب 27 أكدت القاهرة في عام 2022 إدراكها أهمية العمل في مجال مواجهة تغير المناخ من خلال تشجيع كافة الدول على تعزيز إسهاماتها المحددة وطنيا لخفض الانبعاثات وفي ظل ما تتميز به مصر من رؤية سياسية استباقية ثاقبة شددت القاهرة على هامش فعاليات مؤتمر ميوليخ للأمن في عام 2023 على أهمية احتواء الوضع في قطاع غزة وذلك قبل أحداث السابع من أكتوبر بعدة أشهر على خلفية ما كانت تشهده القضية الفلسطينية من تصعيد استرائيلي مستمر ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية المحتلة حتى خريت الأوضاع عن السيطرة في السابع من أكتوبر عام 2023 وتبعها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي يعد محور البحث الرئيسي لنسخة مؤتمر ميوليخ للأمن لعام 2024 وعشرين ترجمة نانسي قنقر يكتمع سياسيون ومسؤولون عسكريون وديبلوماسيون بارزون من أنحاء العالم في ألمانيا لحضور مؤتمر ميونيخ للأمن وتهيمن الحرب في غزة والأزمة الأوكرانية على طاولة التبحث في المؤتمر فضلا عن المخوف بشأن ارتزام الولايات المتحدة بالدفاع عن حلفائها في وقت تضرب فيه الأزمات أماكن متفرقة في العالم وتعاني مناطق عدة من وطأة الحرب يأتي نعقاد مؤتمر ميونيخ للأمن في أجواء مشتعلة العدوان الإسرائيلي على غزة والأزمة الأوكرانية يتصدران جدول أعمال المؤتمر إضافة إلى قضايا الهجرة وتغير المناخ والذكاء الاصطناعي كما يتناول موضوعات مهمة مثل دور أوروبا في الأمن والدفاع والرؤى الجديدة للنظام العالمي والتداعيات الأمنية لتغير المناخ مؤتمر ميونيخ للأمن تعقد دورته الحالية ما بين السادس عشر إلى الثامن عشر من فبراير ويشارك فيه السياسيون وقادة أمنيون وعسكريون وخبراء رفيع المستوى من جميع أنحاء العالم لمناقشة القضايا الأكثر إلحاحا والمتعلقة بالأمن الدولي المؤتمر يشكل منصة فريدة من نوعها على مستوى العالم لبحث السياسات الأمنية كما يعد المكان الوحيد تقريبا الذي يكتمع فيه كم هائل بهذا الشكل من ممثل الحكومات بما في ذلك الحكومات المعادية لبعضها وقادة وخبراء في الأمن معا النسخة الجديدة من المؤتمر تتزامن مع ذكرى مرور ستين عاما على تأسيسه ففي شهر فبراير من كل عام يكتمع كبار السياسيين من قرات العالم في ميونيخ لحضور مؤتمر الأمن العالمي حيث تم إطلاق المؤتمر في عام 1963 وكان يطلق عليه أنذاك اجتماع العلوم العسكرية الدولي إلا أنه تم تغيير اسمه لاحقا إلى مؤتمر العلوم العسكرية الدولي واعتبر لسنوات مؤتمرا للدبابات والصواريخ المضادة وبوصفه مؤتمر ميونيخ للأمن انفتح جدول أعماله أكثر على قضايا الأمن العالمي ومنذ عام 1963 يقام المؤتمر سنويا في شهر فبراير إلا أنه في عام 2021 كان لابد من عقده بشكل رقمي بسبب جائحة كورونا في ميونيخ ستشل الحرب من جديد نقاشات تدور منذ وقت طويل بشأن أسلة مثل مثل إلى أي مدى ينبغي أن تعزز أوروبا قدراتها العسكرية وكم يجب أن تنفق الحكومات على الدفاع كما ستناقش الوفود التداعيات العالمية بعيدة المدى للحرب على قضايا تتراوح من إمدادات الطاقة إلى أسعار المواد الغذائية ترجمة نانسي قنقر حمال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية سلطة الاحتلال الإسرائيلية مسؤولية عدم إحراز تقدم في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطع غزة قال هنية في بين الله أن الحركة استجابت بمسؤولية وإيجابية للوسطاء من أجل وقف العدوان مؤكدا أن الهدف هو إنجاز صفقة تبادل تشمل قدام الأسرة أيضا وإشهد دهنية على أن الحركة لن ترضى بأقل من الوقف الكامل للعدوان وانسحاب جيش الاحتلال خارج القطاع ورفع الحصار الظالم وتوفير المأوى الآمن والمناسب للنازحين والمشردين بسبب جرائم الاحتلال وعودة النازحين خاصة إلى شمال القطاع وكذا وقف سياسة التجويع والالتزام بإعادة الإعمار أفادت توسائل أعلام إسرائيلية بتوقعات لاعتزام إسرائيل إرسال وفد إلى قطر الأسبوع المقبل لمناقشة اتفاق جديد مع حركة حماس لتبادل المحتجزين الإسرائيليين والأسرة الفلسطينيين ويأتي ذلك في ظل استمرار إسرائيل في عضوانها الشامل على قطاع غزة وما يتسبب فيه ذلك من خلافات عميقة داخل الحكومة الإسرائيلية بسبب عدم تحقيق الأهداف المعلنة من العمليات العسكرية في غزة كشفت صحيفة فينانشل تايمز عن أن العملية المكثفة لإسرائيل برفح قد تكون ضربة حاسمة للعلاقة المتدهورة بينها وبين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قال بايدن الجموعان الإسرائيليين لن يقوموا بأي غزو بري واسع النطاق بينما تستمر المفاوضات بشأن وقف مؤقت لإطلاق النار للسماح بالإفراج عن المحتجزين المستمرة يأتي هذا في الوقت الذي تتواصل فيه الانتقادات من داخل البيت الأمريكي حيث قال جيسون كرو النائب الديمقراطي عضو لجنتي الشؤون الخارجية والاستخبارات إن بايدن بحاجة إلى أن يكون أكثر حزما مع رئيس الوزراء الإسرائيلي كما أكد أنه حان الوقت للتجديد أن الولايات المتحدة لن تدعم هجوما بريا في رفح والذي سوف يعرقل فرص تأمين صفقة المحتجزين ما سيكون صعبا للغاية بالنسبة للأمن القومي الأمريكي في المنطقة أكد العهل الأردني الملك عبدالله الثاني أن الحرب في غزة يجب أن تتوقف داعيا إلى تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين وضمان توفير المساعدات الإنسانية بشكل مستدام للقطاع جاء ذلك خلال لقائه أعضاء من مجلس الشيخ الأمريكي على همشي مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا كما جدد العهل الأردني رفض بلاده لأية محاولات لتهجير الفلسطينيين داخليا أو خارجيا مشيرا إلى أن ذلك يعد انتهاكا للقانون الدولي الإنسانية وتناول اللقاء التطورات في غزة إذا حذر من خطرة الهجوم الإسرائيلي على رفح المقتضى بأكثر من مليون نازحا جراء الحرب الدائرات في قطاع غزة أكد وزير الخارجي الأمريكي أنتوني بلينكين الضرورة العاجلة للمضي قدما في إقامة دولة فلسطينية تضمن كذلك أمن إسرائيل أضاف بلينكين أن هناك فرصة استثنائية في الأشهر المقبلة لدمج إسرائيل في الشرق الأوسط مع رغبة الدول العربية في تطبيع العلاقات معها وفق تعبيره أكد المستشار الألماني أولف شولتس أهمية حل دولتين لوقف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي كما أكد شولتس حق الفلسطينيين في العيش بسلام في قطاع غزة وفي امتلاكهم حق تقرير مصيرهم دعيا إسرائيل إلى الالتزام بالقانون الدولي في غزة وعدم فتح جبهة ثانية على الحدود الشمالية مع لبنان موسيقى 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 الواقع الواقع أعلنت السلطات الصحية في قطع غزة ارتفاع عدد ضحايا العضواني الإسرائيلي المستمر وفي تقريرها اليومية أشارة السلطات الصحية في غزة إلى ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي تسعت مجازر بحق المدنيين في القطاع خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية ما أصفر عن استشهاد ثلاثة وتمانين شخصا وإصابة مائة وخمسة وعشرين شخصا آخرين اليوم الرابع والثلاثون بعد المئة ولا شيء يحيي الضمير العالمي الغائب بما في ذلك عشرات الآلاف من الشهداء والضحايا وما زال الاحتلال الإسرائيلي يمارس قصفه الوحشي على قطاع غزة بلا رادع أممي بل وبمباركة ومساعدة أمريكية ففي البيت الأبيض حيث يقولون ما لا يفعلون ادعت الإدارة الأمريكية أن الولايات المتحدة تسعى من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة وفي نفس الوقت تتحدث صحيفة ووليسريت عن أن الإدارة الأمريكية ذاتها تستعد لإرسال القنابل وغيرها من الأسلحة إلى إسرائيل لتعزز جرائمها الإنسانية بحق الفلسطينيين وبشحنة قيمتها عشرات الملايين من الدولارات تلك الأسلحة التي لا يوجهها جيش الاحتلال إلا إلى المدنيين في مساكنهم ومخيماتهم وترصدهم في رحلتهم من مكان لمكان وفي كل طريق يطرقونه ففي رفح ملازهم الأخير شنت طائرات الاحتلال ثلاث غارات على مخيم الشبورة وسط المدينة ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين فيما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية والحدودية الجنوبية أما المستشفيات ومراكز الإيواء فهي الهدف الأهم لنيران دولة الاحتلال ففي مشهدية كئيبة اعتادها العالم المتمدين وأدار لها ظهره واصل الاحتلال جريمته باقتحام مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس حيث أصفر الاقتحام حتى اللحظة عن استشهاد العديد من المرضى بالرعاية المركزة والأطفال المبتسرين نتيجة توقف المولدات القهربائية وتوقف التنفس الصناعي لنفاذ الأكسوجين ليس هذا فحسب بل إن قوات الاحتلال أكبرت النساء والأطفال على الانتقال من مبنى ناصر القديم دون أمتعة إلى مبنى الولادة متخذة من التواقم الطبية أسرى ومعتقلين كما واصلت طائرات ومدفعيات الاحتلال وزوارقه البحرية الحربية قصف مناطق متفرقة في قطاع غزة واستهداف المباني والشقق السكنية في جنوب ووسط وشمال غزة متعمدين بذلك إبادة جماعية لمستقبل مخيف يدركون تماماً أنه لن يتركهم ينجون بجرائمهم ضد الشعب الفلسطيني صاحب الأرض اتهمت الرئاسة الفلسطينية حكومة الاحتلال الإسرائيلي بممارسة الضم الصامت في الضفة الغربية فيما تصاعد حربها في قطاع غزة وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل بردين قال إن قوات الاحتلال تمرس ضماً صامتاً في الضفة الغربية من خلال زيادة عدد المستوطنات العشوائية والتهجير القصري للسكان الفلسطينيين خصوصاً في مناطق الأغوار وعلى الأرض اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم قرية الجلمة شمال شرق جنين شمال الضفة الغربية وأفادت وكلة الأنباء الفلسطينية بأن عدة أليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت القرية وجابت عدة شوارع وأحياء كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدتي قفرعين وبيت ريمة شمال غربي رامالله لافتة إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدتين بعدة آليات وتجولت في أحيائهما شارك الألاف من طلبة الجامعات والمدارس في مدينة نيويورك في تظاهرة احتجاجاً على استمرار الإبادة الجماعية التي تنافزها إسرائيل بحق المواطنين في قطع غزة انضم ألاف النشطاء لمسيرة الطلبة التي جابت شوارع نيويورك رفع المشاركون العلم الفلسطيني ورددوا الشعارات المطالبة بالحرية للشعب الفلسطيني واعتصم المتظاهرون أمام ابنى صحيفة نيويورك تايمز احتجاجاً على تغطيتها المنحازة لإسرائيل تعد هذه المرة الثانية منذ بداية العدوان على غزة التي يخرج فيها طلبات المدارس ضد الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني ونشرة السادسة متواصلة معكم وتتبعون فيها قوات الحوثي تطلق صواريخ على ناقلة نفط بريطانية في البحر الأحمر وإيران تكشف النقاب عن أسلحة دفاع جوي جديدة صرح المتحدث العسكري باسم قوات الحوثي يحيى سريع في بانن بأن القوات أطلقت صواريخ على ناقلة النفط البريطانية بولكس في البحر الأحمر وأكد سريع أن قوات الحوثي ستواصل منع الملاحة الإسرائيلية حتى وقف العدوان على غزة كما أضاف المتحدث باسم قوات الحوثي أنهم لن يترددوا في توسيع عملياتهم دفاعا عن اليمن مجددا تضامنه مع الشعب الفلسطيني ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن طهران كشفت النقاب عن أسلحة جديدة تشمل منظومة أرمان محلية الصنع المضادة للصواريخ الباليستية ومنظومة أخرى للدفاع الجوي منخفض الارتفاع ويأتي الإعلان وسط تصعود التوترات في المنطقة وأوضحت وسائل الإعلام الإيرانية أنه مع إدخال الأنظمة الجديدة إلى شبكة الدفاع الإيرانية ستزداد قدرة الدفاع الجوي بشكل كبير لافتة إلى أن منظومة أرمان يمكنها مواجهة ستة أهداف في وقت واحد على مسافة من 120 إلى 180 كيلو مترا جددت الولايات المتحدة التزامها بدعم الليبيين لتحقيق تطلعاتهم الطويلة الأمد نحو اختيار حكومة موحدة تضمن التنمية المتساوية لجميع مناطق البلاد أكد المبعوث الأمريكي الخاص لدى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند أن بلاده تشجع وبقوة جميع القادة الليبيين على تنحية خلافاتهم جانبا ومنح الأولوية للصالح العام والمشاركة في حوار صادق نحو مستقبل الأفضل يستحقه الشعب الليبي أعلن الجيش السوداني تحقيق أول تقدم كبير له منذ بداية الحرب قبل عشرة أشهر إذ استعاد السيطرة على جزء من مدينة أمو درمان من قوات الدعم السريع من جانبي أجرى رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان جولة تفقدية في منطقة أمو درمان للاطمئنان على سير العمليات العسكرية هناك وخلال جولته في المنطقة التقى البرهان مجموعة من قادة الجيش السوداني مشيدا بما حققه الجيش من تقدم ميداني أمام قوات الدعم السريع أعلن الجيش الصومالي تنفيذ عملية عسكرية بالتعاون مع الشركاء الدوليين ضد التجمع لحركة الشباب الإرهابية في وسط البلاد أوضحت وكالة الأنباء الصومالية أن العملية العسكرية جرت في محافظة جلجدود في سياق متصل دمر الجيش الصومالي عملية عسكرية قواعد حركة الشباب الإرهابية في عدة مناطق بمحافظة شبيل السفلة جنوبي الصومال انطلقت أعمل الدورة 37 لمؤتمر الرؤسي الدولي وحكومتي للتحدي الإفريقي المنعقدة في العاصمة الإسيوبية أديس أبابا اليوم تستمر فعاليات القمة لمدة يومين تحت شعار تعليم إفريقيا صالح للقرن الحادي والعشرين وبناء نظم تعليمي مرن لزيادة الأصول إلى التعليم الشامل والجودة مدى الحياة والتعلم ذي الصلة بإفريقيا تناقش القمة وضع السلام والأمن في القرى ونظر في تقرير مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد والنظر في قضية تغير المناخ الحاسمة وسيدفعون من أجل إجراء إصلاحات عالمية للمؤسسات المالية كما سيطلق القادة أيضا خطة التنفيذ العشرية الثانية لأجندة الاتحاد الإفريقي ألفين ثلاثة وستين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أكد رئيس المفوضية الأفريقية موسى فاقي بأن قرار محكمة العدل الدولية يعد انتصارا لكل الدول المساندة للقضية الفلسطينية وأضف خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال قمة الاتحاد الإفريقي بأن غزة تتعرض لإبادة بشكل كامل ويحرم شعبها من كل حقوقه وأن العدوان الإسرائيلي على غزة لا شبه له في تاريخ الإنسانية مشددا على وجوب حصول الشعب الفلسطيني على كامل حريته وعلى حقه في بناء دولة مستقلة ذات سيادة أكد أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن العدوان الهمجي على غزة واستمرار الاحتلال يفتقد لأي شرعية وخلال كلمته في افتتاح قمة الاتحاد الإفريقي شدد أبو الغيط على أن وحشية الاحتلال تعكس عجزا دوليا كما أنها وحدة الدول المتضامنة مع الحق الفلسطيني كما ثمن أبو الغيط كل المواقف الإفريقية المنحازة لقيم العدل لسيما ما قامت به دولة جنوب إفريقيا لمحاسبة الاحتلال وفضح جرائمه أمام محكمة العدل الدولية لا زال قطاع غزة يشهد حربا همجية غير مسبوقة في وحشيتها وانتهاكها للقانون الدولي الإنساني عشرات الألاف فقدوا حياتهم وأغلبهم من النساء والأطفال يستمر الاحتلال الذي يفتقد لأي شرعية قانونية أو أخلاقية في ارتكاب المذابح ومتابعة تنفيذ مخطط اليمين المتطرف بإفراغ الأرض المحتلة من سكانها وتحقيق التطهير العرقي إن هذه الحرب الوحشية تعكس عجزا دوليا عن وقف العدوان برغم قوة الرأي العالمي وارتفاع صوت الرفض لهذه الجرائم ولكن الحرب من ناحية أخرى أيقظت صوت الجنوب ووحدت مواقف الدول المتضامنة مع الحق الفلسطيني والرافضة لاستمرار آخر استعمار باق على ظهر الأرض إننا نثمن عاليا كافة المواقف الإفريقية التي عبرت عن الانحياز المبدئي لقيم العدالة والقانون وحقوق الإنسان ونقول بوضوح أن هذه المواقف لا بد أن تتواصل وتتعمق حتى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 67 طلب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيا العالم كله بالاعتراف بدولة فلسطين وأن يقوم مجلس الأمن بوضع جدول زمني لإنهاء الاحتلال وأكد أشتيا خلال كلمته أمام قمة الاتحاد الإفريقي أن الاتحاد أصاب برفضه طلب إسرائيل لانضمام إليه بصفة مراقب دعيا لاتحاد الإفريقي لأن يصل بصوته عاليا ومسموعا إلى كل المحافل من أجل وقف العدوان على غزة وإيصال المساعدات والمطالبة بدولة فلسطينية مستقلة الاتحاد الإفريقي أصاب عندما منع إسرائيل أن تكون دول مراقب في هذا الاتحاد الاتحاد الإفريقي أصاب عندما منع تسل الممثلين عن إسرائيل إلى هذا المحفل العام الماضي وتم يخراجهم من القاعة فليكن صوت اتحادكم عاليا ومسموعا كما هو دائما ويطالب بوقف فوري للقتل والعدوان الذي ترتكبه إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في غزة خاصة واليوم في رفح وكذلك في الضفة الغربية والقدس فليكن صوتكم عاليا ومسموعا كما دائما في محاربة البرنامج الاستعمال الاستيطاني الذي تنفذه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية فليكن صوتكم عاليا ومسموعا كما دائما من أجل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المنكوب هذا وشهدت أروقة الاتحاد الإفريقي نشاطا مكثفا لمصر على همش أعمال القمة السابعة وثلاثين حيث عقد السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية ورئيس الوفد المصري عددا من اللقاءات الثنائية تناولت أولويات إقليم شمال إفريقيا خلال رئاسة الاتحاد الإفريقي وذلك خلال عام 2024-2025 وتطورات السلم والأمن في دول جوار مصر وفي منطقتين الساحل والقرن الإفريقي هذا فضلا عن تناول التعاون القائم بين مصر والمنظمات الإقليمية والشركاء الدوليين لدفع مجالات التنمية والسلم والأمن في القارة الإفريقية كما ركزت النقاشات بشكل خاص على التطورات في دولة الصومال الشقيقة وسبل دعم سيادتها ووحدة أراضيها قال الرئيس الأوكرانية فلاديمير زينسكي قال إن عدم حصول بلاده على الأسلحة لمواجهة روسيا يعزز موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفي كلمته خلال مؤتمر رميونخ للأمن أضاف زينسكي أن إبقاء أوكرانيا في حالة عجز مصطنع فيما يتعلق بالأسلحة خاصة في ظل العجز في المدفعية والقدرات العسكرية بعيدة المدى يسمح لبوتين بالتكيف مع الوثيرة الحالية للحرب وأشار إلى انسحاب القوات الأوكرانية من بلدة أفداذكا المدمرة في شرق أوكرانيا جاء ذلك بسبب النقص الحاد في الدخيرة أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوتها قامت بتحسين مواقعها على القوطة الأمامية في أربع مناطق مختلفة من بينها دونسك وإتي ذلك فيما أكد القائد الجديد للجيش الأوكراني أن انسحاب قوات بلاده من بلدة أفداذكا يمهد الطريقة لأكبر تقدم لروسيا منذ مايو من العام الماضي بعد سيطرة موسكو على مدينة بخموت في خطوة من شأنها أن تمهد الطريقة لأكبر تقدم روسي منذ مايو 2023 أعلنت أوكرانيا انسحاب قواتها من بلدة أفديفكا في شرق البلاد قائد الجيش الأوكراني الجديد أوليكساندر سيريسكي أعلن أن الانسحاب يأتي في الوقت الذي تعاني فيه القوات الأوكرانية من نقص حد في الذخيرة بعد تأخر المساعدات العسكرية الأمريكية لشهور انتظارا لموافقة الكونجرس الإعلان عن الانسحاب يهدف للحيلولة دون تعرض القوات لحصار كامل من قبل القوات الروسية بعد شهور من القتال العنيف وبحسب قائد الجيش الأوكراني الذي تولى منصبه بعد تغيير كبير في قيادة الجيش الأوكراني في الأسبوع الماضي فإن القوات الأوكرانية انسحبت إلى مواقع أكثر أمنا خارج البلدة وذكر بيان للقوات المسلحة أنه تقرر سحب الوحدات الأوكرانية من بلدة أفديفكا والتحرك للدفاع عن خطوط أكثر ملأمة لتجنب الحصار والحفاظ على حياة وصحة الجنود وتعد السيطرة على أفديفكا أمرا أساسيا في هدف روسيا المتمثل في تأمين السيطرة الكاملة على الإقليمين الذين يشكلان منطقة دنباس الصناعية وتحملت البلدة وطأة الضغط الهجومي المتزايد من قبل القوات الروسية في الشرق بينما أدى تراجع المساعدات العسكرية الغربية إلى تفاقم إرهاق القوات التي تقاتل منذ ما يقرب من عامين ذكر مقال نشرته صحيفة الجارديان البريطانية أن رئيس الأمريكي جو بايدن طلب القانجرس بسرعة الموافقة على حزمة جديدة من المساعدات العسكرية الأوكرانية تصل قيمتها إلى 60 مليار دولار لسد النقص الحاد في الذخيرة والعتاد الذي تعني منه القوات الأوكرانية صلط المقال الضوء على تصريحات بايدن التي حث فيها مجلس النواب الأمريكي على الموافقة على الحزمة الجديدة من المساعدات بعد موافقة مجلس الشيوخ عليها والتي يقول فيها أن الإخفاق في عدم توفير الدعم اللازم لأوكرانيا في تلك الأوقات الصعبة التي تمر بها يعد ذنبا لا يغتفر تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الخامسة والعشرين مبادرة كلنا واحد وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حيث لأول مرة تضاعف أعداد السلاسل والمنافذ والمعارض لتصل إلى 2148 لتوفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية وذلك بأسعار مخفضة بجميع أنحاء الجمهورية في إطار حرص وزارة الداخلية على تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية أطلقت الوزارة المرحلة الخامسة والعشرين من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك لتوفير كافة أنواع السلع بتخفيضات تصل نسبتها إلى 40% وبجودة عالية وتستمر فعليتها من السادس عشر من الشهر الجاري حتى نهاية شهر رمضان المبادرة بتوفر للعملة جميع الأسناف الاستراتيجية بأسعار خاصة ومتوفرة بكميات كبيرة نشكر طبعاً وزارة الداخلية والسيدة رئيس الجمهورية على الاشتراك في المبادرة وبتوفير السلع وبالأسعار المميزة دي أي مواطن هيخش سلسلة سلسلة معلاء شعار مبادر كلنا واحد هيلاقي فرق تخفيضات كبير جداً بالنسبة للسلع الموجودة وأهم من التخفيضات هي تاحت السلع بكل أنواعها بكميات يحتاجها المواطن في داخل رمضان نشكر وزارة الداخلية وسيادة الرئيس على دعمهم لينا للمشاركة في المبادرة كلنا واحد للمرة الأولى للمساهمة في التخفيف عن المواطن المصري والمساهمة بتقديم أفضل المنتجات بأفضل الأسعار وتخفضات كبيرة خلال الفترة الحالية حتى نهاية شهر رمضان إن شاء الله ولأول مرة تتضاعف أعداد السلاسل التجارية والمنافذ والمعارض والشوادر المشاركة في المبادرة لتصل إلى ألفين وواحد وثلاثين منفذاً وست معارض رئيسية وأربعة وأربعين معارضاً فرعياً وسبعة وستين شادراً بمختلف محافظات الجمهورية وجاءت مشاركتهم من منطلق وطني وبالتنصيق مع وزارة الداخلية حرصاً على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وجمعها موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت مصر الكبيرة في كل وقت وكل عصر والكل عارف إن مصر طول عمره المبادرة دي هي الدعم الحقيقي للمواطن المصري الأسعار وفي نفس الوقت هي المنافس القوي للسوق الموازي وجود البضايا عندنا بكميات كبيرة وبكميات ضخمة بيدي رسالة طمأنينة للناس كلها والله في كل حاجة بس أنا خدت اللي أنا عايزه بس السكر والرز صراحاً موفرين كل حاجة والسلع والرز والسكر كل حاجة متوفرة والسمنة والزيت وكل حاجة متوفرة مبادرة زي الفل والحمد لله الحاجات متوفرة السكر بسبع عشرين والرز بخمسة وعشرين شكراً للتاد رئيس جمهورية على مبادرة كلنا واحد والسلع الحمد لله متوفرة مبادرة خيصة وفيها كل حاجة خيصة رز بخمسة وعشرين والسكر سبع عشرين المبادرة دي جميلة كلنا واحد دي حلوة بس عاوزينها تستكر مش عيام رمضان وبس عاوزينها عيام رمضان وبالعيد الكبير والعيد الصغير ليه فيه استغلال برا؟ مبادرة طيبة وجود مشكور من وزارة الداخلية وتوكير السلع وسط إشهادة كبيرة من المواطنين بهذه المبادرة كان الإقبال على شراء السلع المعروضة في إطارها والتي تتسم بالوفرة والجودة والأسعار المخفضة والتي تمكنهم من شراء متطلباتهم بأقل تكلفة قبل بداية الشهر الكريم وخلاله نزلت النهاردة معرفة مبادرة كلنا واحد هتبدأ النهاردة نزلت أجيب حتاجة المنزل والصراحة لأكل حاجة متوفرة هنا نعرض في السلع وتجارية جنبي للرز وسكر وكلها بأسعار جميلة أسعار الخاص مباررة نذكر الرئيس السيسي رئيس عظيم والله نعمل لنا المبادرة كلنا واحد جعلت كل فقات الشقب تشتري كل الأصناع وبأسعار مخفضة جدا مبادرة كلنا واحد مبادرة كويسة جدا بحيث إن احنا بنلاقي كل احتياجاتنا بأسعار مخفضة جدا عن اللي موجود في الأسواق برا بنلاقي كل السلع اللي احنا محتاجينها أنا استفدت جدا جدا من المبادرة غير أي سعر برا خالص جلبت سكر ومكارونا والرز واليميش رمضان كله بجد الأسعار فعلا فعلا جميلة في هذه الأسناء تواصل منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية توفير كافة أنواع السلع من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا على مستوى الجمهورية بأسعار مخفضة كما قامت منظومة أمان بطرح عبوات تحتوي السلع غذائية متنوعة بتخفيضات تصل نسبتها إلى 50% تحتى بلودك اللي بينا اشتد عودك واللي وجودنا من وجودك وفي المعاتب روح وقل تحتى اللي باللبي في وقت ما بتنادينا لو تحتدينا بتلاقينا دايماً هنا شرطة وشعر منافذ أمان كلها إن شاء الله يعني الحمد لله كل حاجة فيها أسعار أرخص من برة وكل حاجة موجودة فيها ومسوفرة فيها لا المستعر الكارتونة موفرة كتير عن برة هو أسعار رخيصة في أمان بصراحة ربنا حاجات نوعات منفذ أمان بصراحة منشوفها أحسن من برة والجودة بتاعتها بتبقى زيها زي أحسن من حاجات كتير برة وبالنسبة للكرتونة بتاعت كلنا واحد كويسة جداً وأسعارها فعلاً فرعاً كتير جداً تعد مبادرة كلنا واحد داعم اجتماعي رئيسي للمواطنين في كافة مراحلها حيث تحرص وزارة الداخلية من خلالها على دعم الأسر المصرية وتخفيف العباء عنهم وتوفير مظلة من الحماية الاجتماعية لهم وزارة الداخلية تواصل تقديم دعمها ومسنداتها للمواطنين من خلال مبادرة كلنا واحد فها هي تطلق المرحلة الخامسة والعشرين من المبادرة والتي تهدف إلى توفير احتياجات المواطنين من كافة أنواع السلع بتخفيفات تصب نسبتها إلى 40% تزامناً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك عبدالبركات التلفزيون المصرية شهد مركز شباب مساكن عثمان بمنطقة 6 أكتوبر بالجيزة حفلة تطوير منطقة مساكن عثمان الذي دشنه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموية ويهدف الحفل لتعزيز سبل التدريب والتأهيل للشباب والفتيات في مركز شباب عثمان بمدينة 6 أكتوبر ودعمهم على خلق وظائف وفرص عمل جديدة تنفيذاً للتوجيهات القيادة السياسية برعاية المواطنين والمناطق الأولى برعاية شهد مركز شباب مساكن عثمان بمنطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة حفلة تطوير منطقة مساكن عثمان الذي دشنه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموية انطلاقة لمركز شباب مساكن عثمان وهي الأولى بالرعاية من أجل تنمية الإنسان تنمية الإنسان بكل الفوسيفساء الذي تحتاجه هذه الكلمة من ناحية المهارات من ناحية التدريب من ناحية التعليم من ناحية التربية فلنا شايفه أن مركز شباب يتحاول الخدمات اجتماعية ورياضية وشبابية وتعليمية وتسقفية كل ده أمر عظيم جدا وإن شاء الله يعني تبقى يعني مقرر في قرى مصر وإحنا كمان عايزين نعمل كده كمؤسسة رعي مصر إن شاء الله استغلال مراكز الشباب في المجتمعات المدنية للتسقيف والتدريب والتأهيل دي حاجة مهمة جدا وبناء الإنسان يعني زي ما صيد علي جمعة متبني هذا الأمر بناء الإنسان ليه دور مهم جدا يعني كما هناك بناء في الأوطان بناء الإنسان الحفلة الذي انطلق تحت شعار من أجل بناء إنسان يحب الحياة شارك فيه عدد من مسؤول منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية ويهدف لتعزيز سبل التدريب والتأهيل للشباب والفتيات في مركز شباب عثمان بمدينة السادس من أكتوبر ودعمهم على خلق وظائف وفرص عمل عملنا واحدة تدريب للخياطة كانت عبارة عن ست مكينات الحمد لله لما السيدات اتعلمت اجتزى بوتاني بقى العدد بيزيد ما شاء الله زي ما حدرك شفت المجغل ما شاء الله عدد المكينات فيه زاد والناس حسد بأمل وأن فيه حاجة كويسة يقدروا يعملوها الحمد لله يخرجوا منهم فيه على خير إن شاء الله أنا هنا في أول ما جيت كنت جاي عشان أتعلم الخياطة ما كنتش بعرف أعمل أي حاجة خالص بس الحمد لله ده وقتي بعرف أعمل كل حاجة مفارش تشيرتات ترينجات لدرجة وصلت معي أن أنا عملت ترينجات في بيتي لولادي مشروع التطوير المقام بمساكن عثمان يهدف لبناء الإنسان وتنمية مهاراته بالإضافة لتعزيز المواهب الفنية واكتشاف المهارات لدى النشأ الصغير أحمد الحسيني التلفزيون المصري الآن جاء موعدنا مع الوقفة الاقتصادية لنشرة السادسة مع فاطيمة خليل إليك فاطيمة شكرا نادينا فكري شكرا أدى إبراهيم وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة انطلقت فعليات الدورة العاشرة لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادية وذلك تحت عنوان الاقتصاد المصري وتحديات وأولويات وذلك برعاية الرئيس الوزراء مصطفى مدبولي ركزت جلسات المؤتمر على مناقشة ملفات الصناعة والتصدير والسياسة المالية والنقدية وقطاع الأعمال العام والعقار ومواد البناء والاستثمار الرياضية كما ركزت الجلسات التحضرية للمؤتمر على تحديات الاستثمار وضبط سعر الصرف وتوفير دولار وعدم استراد السلع غير ضرورية وزيادة الصدرات المصرية في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط عند الإغلاق بعد أنتغت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط على توقعات وكالة الطاقة الدولية التي حذرت من تباطئ الطلب صعدت العقود الآجلة لخام برينت بنسبة 74% عند التسوية لتصل إلى 83 دولار و 47 سنت للبرميل كما ارتفعت العقود الأجلة لخام غرب تكسل سلوسيط الأمريكي بنسبة 41% لتصل إلى 79 دولار و 19 سنت للبرميل ترجعت أسعار المزوط العالمين بنسبة 45% لتصل إلى دولارين و 7 سنتات للتر في المقابل صعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 71% لتسجل نحو دولار و 6 سنتات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية أعلنت وزارة الزراعة الروسية أن الرسوم الجمركية على صدرات القمح من روسيا ستصبح نحو 43 دولار و 19 سنت للطن المتري اعتبارا من 21 من فبراير الجري وذكرت وكالة أنباء تاسا روسيا أنه يتم احتساب معدل رسوم التصدير على قمح على أساس سعر إرشادي قدره نحو 248 دولار و 4 سنتات للطن المتري أعلن وزير الزراعة الإسباني لويس بلاناس أنه سيطلب من المفوضات الأوروبية تحديث توجهات الاتحاد الأوروبي بشأن الممارسات التجارية غير العدلة في سلسلة التوريد الغذائية وعقب اجتماعا مع نقابات المزارعين الرئيسية في إسبانيا أشار بلاناس إلى أن القانون الإسباني بشأن السلسلة الغذائية الرائد ويمكنه أن يكون نموذجا لتحديث تشريعات الاتحاد الأوروبي بشأن الممارسات التجارية غير العدلة لفتا إلى اعتزام التقديم عدة مقترحات لتفصيط المتطلبات البيئية في الاجتماع القادم لوزراء الاتحاد الأوروبي في 26 فبراير الجاري وفقت المفاوضات الأوروبية بموجب قوانين مساعدات الدول الأعضاء على تجاوز الأزمات المؤقتة على خطة قدمتها ألمانيا بشأن مساعدات بقيمة 4 مليارات يورو ذكرت المفاوضات أن هذا الإجراء سيسهم في تحقيق أهداف ألمانيا المتعلقة بالمناخ والطاقة فضلا عن الأهداف الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي في استفقة الخضراء الأوروبية هذا وسيتم تمويل خطة ألمانيا من خلال صندوق الاستجابة السريعة بعد التقييم الإيجابي للمفاوضات لخطة التعافي والصمود الألمانية واعتمادها من قبل المجلس الأوروبي مشاهدين نهاية هذه الجولة الاقتصادية عودة مرة أخرى لأدى ودينة لاستكمل ما تبقى من السابسة شكرا لك فاطيما ختم نشرة السادسة هذه تذكرة بأبرز ما جاء فيها رئيس الوزراء يتفقد مدينة بدر والعاصمة الإدارية الجديدة ويؤكد تقديم حوافز للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية في إطار مشاركة مصر في مؤتمر ميونغ للأمن شكري متحدث رئيسي في جلسة حول السلام والاستقرار في الشرق الأوسط مع تواصل العدوان على غزة حماسة تحمل الاحتلال مسؤولية عدم إحراز تقدم في اتفاق الهدنة وواشنطن تؤكد ضرورة العاجلة لإقامة دولة فلسطينية مشاهدين الكرام وصلنا مع حضراتكم لنهاية نشرة السادسة من التلفزيون المصري شكرا لكم إلى اللقاء اشتركوا في القناة